فيا حمدي جريدت الميل انا عندي سؤال وحركة بتتابع دايما التساؤلات وما اصير عن التشكيل ازاي حد تطمئن اولياء الامور على التعليم وفي تساؤلات كتير على الاختيار اللي تم في الملف دوت فتطمئن حركة على الاختيار ده والنقطة تانية كم مرشح حضرتك قابلتهم في الاختيارات وهل الاختيار كان على هل الوزراء الجدد عندهم رؤى مختلفة للتقديم ام هو استكمال اللي ما كان فيه السابق بخطة صارمة للتنفيذ وانا اسفى اخر حاجة ملف الثقافة وهل من الممكن ان يكون فيه مجموعة اخرى لقياس الاصر الاقتصادي والاصر الاجتماعي لكافة القرارات اللي تم اخذها بحيث ان يتم برضو اخذ كل الاحتمالات مع السيناريوهات اللي تم اخذها ولا لا شكرا خلينا بس عشان نوضح طبعا يعني الشخصيات اللي قابلتها مقابلت فعلا اكتر من خمسة وستين او سبعين مرشح في كل المجالات المرشحين بيبقى بيتم ترشحهم من جهات كثيرة جدا وايضا من مجلب من رئيس الوزراء نفسه بيبقى هناك احيانا بعض الترشحات الاهم الجهات كلها اللي موجودة في الدولة الجهات الامنية والجهات المسؤولة بيبقى هي اللي بتعمل الملف الخاص بكل شخص فيما يخص الفحص الحاجات بتاعته اللي بنان عليه بيبقى قدامي اللي ما يطلق عليه السي في اللي بقعد معاه لكن الموضوع مش فقط كده الموضوع بيبقى لازم التحاور الشخصي والحقيقة يمكن عشان كده كان طول الفترة لانه كنت حريس اننا يعني يبقى فيه تواصل بصورة كبيرة جدا وبصورة فترة يعني اخد مساحة مع الكل المرشح عشان نطمئن من هم اللي يكون الافضل وفي الاخر هو اجتهاد وان شاء الله ربنا وفقنا في نجاح هذا الموضوع اهم شيء في هذا الملف يعني ان يكون هناك الشخصية لديها رؤية واضحة على حل مشاكل وازمات هذا القطاع وبالتالي في كل اللي انا قابلتهم كنت بسألهم رؤيتك ايه هي التحديات اللي انت شايفة في الملف ده ورؤيتك ايه في الحل وحقول لحضرتك مش مجرد تقول لي انا عايز فلوز زيادة ما هو موارد الدولة والموازناتها معروفة انما دايما ودي كانت كلمة يمكن دايما سيادة رايز بيقولها كاسم مبدأ عام ممكن نكون بالرغم من امكانياتنا المحدودة ولكن نقدر نحل ازمات خانقة عندنا بمبادرات وافكار غير تقليدية وحد سبيل المثل لحضرتكم المبادرات الرئاسية الرئاسية اللي اتعاملت لموضوع الصح القضاء على قوام الانتظار فيروس سي الكلام ده كله دي كنا بنعمل ايه؟ بندخل على مشكلة معينة نروح حلنها فبتعمل على طول انفراجة في ازمة كانت كبيرة جدا وعشان كده يمكن كان حرصي في كل المناقشاتي مع المرشحين اسأل كل واحد فيه رؤيتك ايه الحل هذه الازمة؟ فالحقيقة كانت الرؤى اللي بتدفئ يعني قدامي يعني بتطمئن ان الشخص عارف الملفات وشايف وفاهم حيعمل ايه وعارف من اول لحظة لما هيدخل على انا بتكلم هنا بصفة عامة هيدخل على الملف هيعرف يشتغل عليه ازاي لان لا نملك رفاهية اضاعة وقت في مجرد ان انا لسه افهم ملفات العمل اللي في الفترة دي عشان كده كان دايما محاولة الاختيار ان حد يبقى من التخصص وفاهم هذا الملف ولا يوجد شيء ولا غضب ان يكون من الجانب الاخر مش لازم يبقى من الجانب الحكومي فاسقا بالعكس ده بيبقى من الافضل احيانا انه واحد يكون منغمس في العمل في القطاع الخاص وفي السوق بالتخصص ونجيبه بنجاحاته وان هو نقول له تعالى وحط وحل معانا في هذا الموضوع انا بس حبيت اأكد هذا الشأن لان احنا شغالين على هذا الموضوع عشان كده بس انا كل اللي بطلبه ندي الفرصة للسادة الوزراء يبدأوا يشتغلوا على ملفاتهم ونقيم بعد كده اداءهم وزي ما قلت لحضراتكم يعني وطيرة العمل للمرحلة الجاية مش هتخلينا نستنى كتير عشان نقيم مدى النجاح او الفشل هيبقى عايزين مع التحديات اللي موجودة نطمئن ان لازم الموضوع يقدر ان احنا نطمئن ان نماشي على التراك الصح لو لقينا ان في مشكلة مفيش اي غضادة ان يحصل تغيير وتعديل الثقافة الثقافة طبعا ملف مهم جدا وعشان كده انا حطيته ضمن مجموعة التنمية البشرية وده لوحده هيبقى ملف كبير جدا لان دائما بنقول ان قوة مصر النعمة كانت في ملف الثقافة وعشان كده برضو كان يعني بمنتهى الامانة اختيار الوزير بناء على رؤية واضحة جدا اعرضها علي ازاي حتحرك في هذا الملف لاستعادة قوة مصر النعمة في ملف الثقافة واستغلال الاصول الكبيرة جدا اللي تمتلكها الدولة ممثلة في ودارة الثقافة والاهم الوصول للشباب ودي كانت نقطة يعني الحقيقة كانت موضع نقاش طويل مع سيادته احنا شعب النهاردة اكتر من 60% من الشعب بتاعنا تحت الاربعين سنة فبالتالي احنا امه شابة وخلينا نعترف بصراحة يعني شبابنا النهاردة ما بقاش بيتابع بالصورة المرجوة الحركة الثقافية اللي موجودة وبقى بيستقي ثقافته من الخارج خلينا نتكلم بمنتهى الشفافية وبالتالي كان اهم الملفات اللي نقاش تامعها كيف نستعيد قوتنا ان نعمل اول في الداخل قبل ما ننطلق للخارج ودي نقطة هيبقى هي دي شغل الشاغل لوزارة الثقافة